النهاردة نعمل كده بس أنا حقول سؤال تاني حقول السؤال بشكل تاني الراجل بقول لي ارسم دايرة كهربية توضح كيفية الحصول على قاف دا الكاف تأسرية عايزك تكتب معي السؤال ارسم دايرة كهربية توضح كيفية الحصول على قاف دا الكاف تأسرية اكبر من قاف دا الكاف الاصلية في الدائرة شفت السؤال ارسم دايرة كهربية عايزها تعمل ايه توضح كيفية الحصول على مي على قاف دا الكاف تأسرية اكبر من قاف دا الكاف الاصلية في الدائرة موضحا قانون فردي وقاعدة لينز اخر مرة ارسم دايرة كهربية تعمل ايه توضح كيفية الحصول على قاف دا الكاف تأسرية بس اكبر من قاف دا الكاف الاصلية في الدائرة سؤال غريب قوي قاف دا الكاف تأسرية اكبر من قاف دا الكاف الاصلية موضحا قانون فردي وقاعدة لينز او بالصيغة تانية اشرح تجربة لبيان الحس الذاتي لملف هرسم لك التجربة هرسم لك الدايرة دا قلب معدني وده برضو قلب معدني حلو دا قلب معدني عادي جدا من الحديد تمام لما تلفل عليه ملف من سلك نحاسي معزول بالشكل دا وتمرر لتيار وتمرر لتيار في غششونه كلكم يعمل كما لو كان مغناطيس الله عليك يبدا الف قلب معدني طب وبيه قلب معدني الف ساق حديد به ساق حديد بيوازوا بعضهم خطين بيوازوا بعض لف ملف لفيت ملف من سلك نحاسي معزول مرر فيه تيار يعمل كمغناطيس حلو الكلام هنا بقى هنوصل مين مع بطارية حلو الكلام ومعايا هنا مفتاح حلو الكلام طب لما تقفل المفتاح دا طب تيجي نيجي أنا وإنت ونقفل المفتاح يلا نقفل المفتاح أول ما تقفل المفتاح حيمر تيار يطلع تيار من القدب المجب أهو مش التيار مرر في الملف بالشكل دا حلو 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 ويرجع خرج من الملف ويرجع يلف في الملف التاني ويرجع تاني للقد السالم تمام كده 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 اه انت كده عندك دا ملف مغناطيس حلو طبعا ألف أما دا ملف مغناطيس به أحلى طبعا عندك دي بطارية حلو الكلام عندك دا مفتاح تمام كده انت رسمت دايرة كهربائية طب ايه رأيك حنحط هنا مصباح حلو الكلام نحط مصباح المصباح دا الله يرضى عليك أهو متوصل على التوازي بين نهايتين أو بين طرفين الملف حلو الكلام المصباح دا عشان يضيق محتاج مية وثمين فولت طب قول لي تاني كده والنبي اللي تقول لي تاني دا ملف مغناطيس ألف دا ملف مغناطيس به تمام حتة حديدة وده حتة حديدة ساق من الحديد ساق من الحديد لف ملف لفت ملف على الساق ألف حلو لفت ملف على الساق به طب لما تمر لتيار إذا مر تيار يبقى دا ملف مغناطيس ألف دا ملف مغناطيس به أما دا مصباح نيون عشان يضيق محتاج مية وثمين فولت تمام أما دي بطارية وده مفتاح كلامك حلو دا رسمتلي دايرة كهربية بصوا بقى أولاد بعض الكتب كتب هنا ستة فولت مفيش مشكلة خالص كتاب المدرسة كتب في بي بس ما كتبش ستة فولت ولا حاجة تعبق سوا نعمل حاجة لحظة الغلق لا 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 دا انت اتفقتي معايا والنهاردة آخر كلام النهاردة آخر كلام والنهاردة أحلى كلام لو مش بتكتب النهاردة كويس جدا 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 يبقى العب بلا فيها ولا في الفيزياء يبقى انت زعلان انت زعلان طب صلى عنا بكده وروأ احنا متفقين عندنا ولدين ولاد خالة ولد اسمه غلق ابن نمو ابن زيادة من عائلة عكسي فاكرينو اقولوا معايا واغنوا معايا غلق نمو زيادة عكسي ابن خالته دا اسمه ايه برافا عليك برافا عليك اسمه فاتح ابن هبوت ابن نقصان من عائلة طرد يبقى انا عندي اغنية غلق نمو زيادة عكسي فاتح هبوت نقصان طرد نقول كمان مرة غلق نمو زيادة عكسي فاتح هبوت نقصان طرد غلق مين غلق المفتاح تمام فاتح مين فاتح المفتاح تروح لها شمال تروح لها يمين حرام عليك لو انت غلط تغلط انا اللي ازعل مش انت اللي تزعل حد قعد جنبك بابا قعد جنبك ماما قعد جنبك ناس كلها خايفة خايفة من الفيزية لا لا يا خويا ما تشيل نشانة لوحد المسئولية اي طالب صغير عارف في بداية حياته اي دايرة كهربية فيها مفتاح لازم ان يوظف المفتاح وظفة المفتاح غلق الدايرة او فاتح الدايرة تمام طب لما تقفل المفتاح كل الناس اللي قعد حواليك تقول يا مر تيار لما تفتح المفتاح كل الناس اللي قعد حواليك تقول يا انقطع مرور التيار فاحنا حنوصف يا اولاد لحظة الغلق ونوصف لحظة الفتح اخر كلام عندنا وانها كتير جدا بقى لحظة الغلق الله يرضى عليه عند مرور تيار في اللفة الاولى اتفقنا سوا ان التيار حيمر في الملف لفة لفة واحدة واحدة حتة حتة خطوة خطوة ستيب باي ستيب كده حب حب علي يا ملواني عند مرور تيار في اللفة الاولى قول يا عم حسين ينشأ عنه مجال مغناطيسي حد فيكو يقدر يعترض او ينطع او ينسى او ما يفهمش ان اي لفة يمر فيها تيار هذه اللفة ينشأ عنها مجال مغناطيسي هذا التيار يولد مجال مغناطيسي في هذا اللفة لما انا قلتلك اللفة تعمل كمغناطيس طبعا انت متفي معايا يبقى عنده مرور تيار في اللفة الاولى ينشأ عنها مجال مغناطيسي كلامك حلو يمتد ليقطع باقي اللفات كل لفة تعمل كمغناطيس قصير كلام زي الفل واللفات متصلة على ايه التوالي ما هو لفة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة حرم عليك نفسك حرم عليك مجهودنا بقى ما احنا متفقين معاك ان كل لفة من لفات الملف بسامعك تعمل كبطارية يبقى انا عنده عدد من البطاريات بعدد لفات الملف كل بطارية شبه اختها يبقى البطاريات متصلة على التوالي حرم عليك يبقى كل لفة تعمل كمغناطيس واللفات متصلة على التوالي يزيد معدل قطع الفيض فيتولد قاف دا الكاف ذاتية عكسية معكسة في الاتجاه لقاف دا الكاف الاصلية وكلكم اتفقين معايا تمنع مرور التيار فعلى جهد المصدر ان يدخل اولا للتغلب على قاف دا الكاف العكسية ثم يمر التيار بعد ذلك مستغرق وقت طويل وفي النهاية التيار يصل لقمته السبتة العزق ونشاهد المصباح دا بقى لا يضين تعالي لعا الرسم هاي العظيم ونشاهد المصباح دا بقى لا يضين يبقى عند غلق المفتاح دا المصباح دا لا يضين والله كلامك حلو المصباح لا يضين معناته ايه معناته ان VBD بتاعة البطارية اقل من 180 يبقى انا اكدت لك لحظة الغلق ان VBD بتساوك يا ولاد اقل من 180 يكتفى وانت بتجاوب السؤال دا تقولي عند غلق المفتاح المصباح لا يضين عند غلق المفتاح المصباح لا يضين تمام يبقى هنا معنى كلامك ان VBD اقل من 180 خلي بالكم التوصلة دي انا موصل المصباح دا على التوازي بين طرفي الملف بين طرفي ملف الحس اللي عندي دا يا ولاد ملف بيعاني فيه التيار من الحس سمته ملف الحس يبقى في الحالة دي هتقول ان عند غلق المفتاح المصباح دا لا يضي معناها ان VBD اقل من 180 طب ايه اللي انت قلت دا ايه اللي انت عملت دا دا انا فسرت ايه اللي حيحصل في الفترة الزمنية اللي حيستغرقها التيار عشان يزيد من صفر الى قيمته السبت العظمى عند مروتير في اللفة الاولى ينشأ عنها مجال كل لفة عمل كمغناطيس قصير واللفات متصلة على التوالي يزداد معدل قطع الفيض فيتولد كاف دا الكافزاتية عكسية معكسة في الاتجاه لكاف دا الكاف الاصلية تمنع مرور التيار فعلى جهد المصدر اللي وفي بي ان يدخل الملف اولا للتغلب على كاف دا الكاف العكسية ثم مر التيار بعد ذلك وما نشاهده ان المصباح لا يضيء اذا كاف دا الكاف الاصلية بتاعة البطارية اقل من 180 لكن لحظة مين دا يا ولاد هايل لحظة الغلق تعبقى لحظة الفتح استنى استنى لحظة الفتح بقى طب اكتب لكده فتح هبوط نقصان طرد زي الفل دا سنتر اللي جابة بقى الحتة دي لحظة الفتح خلي بالك عايزة اكتب فمين حاجة مهمة اوي 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 في الدار الحلوة اللي قدامنا دي لما نفتح المفتاح لما نفتح المفتاح لما نفتح المفتاح يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم ربنا يرزقنا بقى السؤال الحلو لما نفتح المفتاح اول حاجة افكر فيها يا بندق تم عزل البطارية من الديرة شكرا الله عليك وعلى جمالك وعلى حلوتك لو انت مركز معي لما افتح المفتاح يا ابن الحلال يا حبيبي تم عزل البطارية عن الملف خلاص الدايرة الان ما فيهاش بطارية تمام هسألك سؤال لما لا فتحت المفتاح احنا شلنا البطارية رميناها صح يبقى اي ظهور للتيار الله عليك اي تأثير يبان على الدايرة نتيجة طيار كهربي يبقى من هو مصدر هذا الطيار ما فيش حل غير الملف يا سلام عليك وعلى جمالك وعلى هدوءك النسب الجميل ده خد من الحتة دي لما عد اشرح حاجة مهمة لما عد اذاكر حاجة مهمة حاجة فيها شغل شوية بقنع نفسي بالهدوء بحاول امتع نفسي احاول استمتع اطلع الكلام من جوايا بمتعة احس بيه عشان احس كأني بغني انا حس كأني بغني هنا حنفتح المفتاح الله فيها موسيقى حاسس ان انا عايش في جو موسيقى بقى كده تقدر تعمل زيه لو قدرت تعمل زيه تبقى تمام انت ازكى مني بقى يا واد لو خدت الحتة اللي جوايا دي ان انا عندي خبرة امتع نفسي واجاوب مع زكائك ما شاء الله عليك ولا حد حيبقى زيه يلا بينا نمتع نفسي ده احنا فتحنا المفتاح يبقى عزلنا البطارية خدنا البطارية رميناها خد يا حسين ارم البطارية دي خليك فاكر لو جتلك في اللجنة لما فتحنا المفتاح انا فاكر المستر عزت ندى على عم حسين وقال له عم حسين ارم البطارية دي خلاص يبقى احنا متوقعين بقى ايه ان ما فيش تيار بس خلي بالك هيحصل ايه يلا مع بعدينا لاحظت الفتح فتح هبوط يبقى يهبط التيار الاصلي تمام فيقل معدل قطع الفيد اه تمام فيتولد قاف ده الكاف مستحسات ارضية ما هو حرام عليك واخدين في حالة قبل كده احوال تولد تيار مستحسة ارضي واخر عكسي كان من حالات تولد تيار مستحسة ارضي فتح الدايرة صح فتح الدايرة يسبب هبوط في التيار وهبوط التيار يسبب نقصان في معدل قطع الفيد ولما ينقص معدل قطع الفيد يتولد قاف ده الكاف مستحسة ارضية طب ادعي كده وقول يا رب لحظة الفتح يهبط التيار الاصلي يقل معدل قطع الفيد يتولد قاف ده الكاف مستحسة ارضية الله ينشع عنها تيار مستحسة ارضي مين جاء الاول الفرخة ولا البيضة البيضة جت من الفرخة والفرخة جت من البيضة مش فاز لكه هدوء مفيش بيضة من غير فرخة ما فيش قوة دافعة مستحسة من غير تيار مستحس تيار مستحس قوة دافعة مستحسة تيار مستحس قوة دافعة مستحسة فاكرك طالما الدائرة مغلقة الله يرضى عليكو تقول لي طالما الدائرة مغلقة فين بقى الدائرة المغلقة دي الله عليك الدائرة بقى دي اللي بين مين اللي بين المصباح والملف يا سلام عليك يبقى انت فتحت المفتاح ده المفتاح بتاع البطارية انت عزلت البطارية تمام بس اصبحت عندك دايرة مغلقة بين المصباح وبين ملف الحس فعند الفتح يهبط التيار الاصلي يقل معدل قطع الفيض يتولد قاف ده الكاف مستحسة طردية شوفت بقى ينشأ عنها تيار مستحسة طردية طبعا اما ليه التيار المستحسة طردية فين في الدايرة المغلقة اللي بين الملف وبين المفتاح وبين المصباح يا ولاد اللي انا ظللتها لك دي تمام التيار المستحسة طردية حسب قاعدة لنز يعاكس السبب المؤدي الى حدوثه اي يعاكس هبوط التيار الاصلي فتكون قاف ده الكاف التردية في اتجاه قاف ده الكاف الاصلي يا ابني لايه ده انت جبت له هو تكوة دفعة مستحسة طردية في الملف بالزبط كده تاني لحظة الفتح يهبط التيار الاصلي كلامك حلو يقل معدل قطع الفيض كلامك احلى يتولد قاف ده الكاف مستحسة طردية ايش جيني بقى سمعني الكلام الحلو ينشى عنها تير مستحسة طردية حسب قاعدة لنز يعاكس السبب المؤدي الى حدوثه كلام جميل اي يعاكس هبوط التيار فيكون في اتجاه قاف ده الكاف الاصلي يعني ياولاد القوة الدفعة المستحسة الطردية اللي تولدت في الملف الحس اللي عندنا ده في اتجاه قاف ده الكاف الاصلي يبا انت كده طبقتلي قانون قاعدة لنز مش السؤال كان بقولك ارسم دايرة كهربية توضح كيفية الحصول على قاف ده الكاف تأسرية اكبر من قاف ده الكاف الاصلي في الدايرة موضحا قاعدة لنز وضحتها طب وضح حالي تاني لحظة الفتح يحبط التيار الاصلي سمعني ايه وكده يقل معدل قطع الفيض فتتولد قاف ده الكاف مستحسة طردية ينشى عنها تيار مستحسة طردية حسب قاعدة لنز يعاكس السبب المؤدي الى حدوثه اي يعاكس هبوط التيار الاصلي فيكون في اتجاه قاف ده الكاف الاصلي طب حسب قانون فردية القوة الدفعة المستحسة تتناسب تناسبا طردية مع المعدة للزمن للتغير في قطع الفيض وعدد اللفات وعندما يكون عدد اللفات كبير جدا يصل الى مليون لفة مثلا هتبقى قاف ده الكاف المستحسة طردية كبيرة جدا اوبا يباحنا كده جبنا قاف ده الكاف تأسرية اكبر من قاف ده الكاف الاصلي ياريت كده اهو قلتلك وحسب قانون فردية يحصلها ايه تتناسب تناسبا طردية مع المعدة للزمن للتغير في قطع الفيض وعدد اللفات وعندما يكون عدد اللفات كبير جدا يصل الى مليون لفة تبقى قاف ده الكاف المستحسة طردية كبيرة جدا كده جبنا قاف ده الكاف مستحسة طردية اكبر من قاف ده الكاف الاصلية استنى مستر عزة اعذرني مش مسد ليه ما شفتش حاجة شو اتأكد منها تعالى بقى نشاهد ايه توهج في تيلة المصباح لحظيا ثم ينطفق شكرا توهج في تيلة المصباح لحظيا ثم ايه ينطفق الله توهج في تيلة المصباح ده تفهمك حاجتين خليك معايا على الرسم الحاجة الاولى لما انت فتحت المفتاح وعزلت البطارية اصبح الملف ده هو المصدر يبقى ده حسي ذاتي الحاجة التانية المصباح ده عشان يضيق محتاج كام 108 فولت طب هو اضاء في وجود كاف دال كاف التارضية تمام يبقى اكيد كاف دال كاف التارضية بتساو 108 فولت اي ان كاف دال كاف التارضية قد اكبر من كاف دال كاف الاصلية فهمتو ياولاد يبقى لحظة الفتح هي اللي حتبين الحس الزاتي لا خليكوا فاكرين لحظة الفتح هي اللي حتبين الحس الزاتي لحظة الفتح يا ولاد حتبين الحس الزاتي لحظة الفتح يهبط التيار الاصلي يقل معدل قطع الفيض يتولد قبض الكاف مستحسة ترضية ينشعانة تيار مستحسة ترضي حسب قعدة لينز يعاكس السبب المؤدي الى حدوسه اي يعاكس هبط التيار فتكون في اتجاه قبض الكاف الاصلية تتناسب طرديا مع المعدل الزمن اللي اتغار في قطع الفضو عدد اللفات وعندما يكون عدد اللفات كبير جدا يكتفى بالكلمة دي تكون قافضة الكافة المستحصلة كبيرة جدا ونشاهد توهج في تيلة المصباح لحظيا أي أن قافضة الكافة التأثيرية التارضية كانت أكبر من قافضة الكافة الأصلية خلي بالكباء أو إما أو بص يا أولاد بك كده لو ما فيش مفتاح لو ما فيش مصباح قد تحدث شرارة كهربية بين مين بين طرفي المفتاح يبقى لو جتلت دايرة دي وحطيلي فيها المصباح دا وقال لماذا يحدث لحظة الفتحة تقول يتوهج في تيلة المصباح لحظيا والسبب تولت قافضة الكافة مستحصلة تارضية في نفس اتجاه قافضة الكافة الأصلية ينشى عنها تيار مستحصلة تارضي في نفس اتجاه التيار الأصلي ويعمل الملف كايه مصدر وانه شاهد تواهج في تيلة المصباح لحظيا لو شال المفتاح لو شال المصباح دا نقول له بقى تحدث شرارة كهربية بين طرفي المفتاح نتيجة تراكم شحنات التيار المستحصلة تارضي محاولة للعبور لكنها تعجز خلي بالكم من حاجة معلومة عايز اقول لكم عليها الفتح والغلق الفتح يولد قافضة الكافة مستحصلة تارضية والغلق يولد قافضة الكافة مستحصلة عكسية قافضة الكافة المستحصلة العكسية تقاوم مرور التيار تخليه استغرق وقت طويل عشان يصل الى مين كمتو السبتة العزمة قافضة الكافة المستحصلة تارضية هي مين تقام الهبوط بس عشكت بقارفين حاجة مهمة قوي ان زمن هبوط التيار اقل من زمن نموه في نفس الملف زمن هبوط التيار في الملف بيبقى اقل من زمن نموه التيار في نفس الملف يعني الزمن اللازم عشان ينمو التيار من صفر الى قيمة عزمة بيبقى اكبر من الزمن اللازم عشان يهبتر من قيمة عزمة الى صفر ومن ثم يكون معدل الزمني للتغير في التيار اثناء الهبوط اكبر من المعدل الزمني للتغير في مين النمو عشان كده كافة الكافة المستحصلة تارضية بتبقى اكبر من كافة الكافة المستحصلة العكسية لو جاء قال ليه قافدة الكافة المستحصة الترضية في الملف أكبر من قافدة الكافة المستحصة العكسية في نفس الملف أيوة عشان زمن النمو يكون أكبر من زمن الهبوط فيكون المعدل الزمن للتغير في التيار أو معدل الزمن للتغير في الفيض أثناء النمو أقل من المعدل الزمني للتغير في الفيض أثناء الهبوط والقوة الدفعة المستحسة تتناسب تناسبا ترضيا مع المعدل الزمني للتغير في قطع الفيض باختصار المعدل الزمني للتغير في قطع الفيض الذي يقطع لفات الملف لحظة الفتح يكون أكبر من المعدل الزمني لتغير في الفيض الذي يقطع لفات الملف لحظة من الغلق أو أثناء نموه الطيار فتيب بقافة الكافة المستحسة الترضية أكبر من قفضة الكاف المستحسة العكسية اتعلمنا حاجتين ان احنا شرحنا تجربة لبيان الحس الزتي واشرح لحظة الفتح بس ما تخافش تمام سألنا سؤالين ماذا يحدث لحظة فتح المفتاح قلنا لو كان فيه مصباح هتكلم عن المصباح لو كان فيه مفتاح هتكلم عن المفتاح يعني نتكلم الشرارة لو في حالة مفتاح نتكلم عن توهج الفترة لحظيا لو عندي مصباح تمام وبعدين عرفنا ممكن نجيب قفضة الكاف تأثيرية اكبر من قفضة الكاف الاصلية وعرفنا كمان حاجة ان قفضة الكاف المستحسة الترضية اكبر من قفضة الكاف المستحسة الاصلية واحنا فسرنا كل كل ده تعالوا بقى معايا